يلا Last week نحن وصلنا لعن Trignometric Circle Trignometric Circle هي كانت أصلاً Revision يعني أنتم ماخدينها بقرية تان تعرفوا شوية كل اللي بهمني من Trignometric Circle هايتي أنه أي point على هايدي السيركل يلي هي Unit Circle أي point الأكس تبع هايدي الpoint بيبثل الكوسين والY تبع هايدي الpoint بيكون السين السين لمن السين للأنكل هلأ رح يمرقوا معنا دون توري طيب رح نبلش بعودي الفنكشنز احتمال يبيني نخلصن اليوم عشان نلحن محل الworksheet next time إنه very easy سهليم منهن صعبين أبدا بس تفهم الفكرة تبعه كفية رح تشوف Trignometric Function of Angles Alpha and minus Alpha Alpha and Pi minus Alpha Alpha and Pi plus Alpha و Alpha and Pi over 2 plus Alpha و Pi over 2 minus Alpha فهلأ شو هي الألفة اللي هايدي اللي بتكتب هيك هايدي هي Angle هلأ منشوف شو الموضوع أوكي طيب look at this circle هايدي Trignometric Circle أوكي اجيت أنا حطيت على هايدي Trignometric Circle two points كل مركز معي two points حطيت point M1 here وحطيت point M2 تحت هلأ شو هي الألفة؟ الألفة هي الأنجل بين الأكس أكسس والأو أم فإذا رح يطلع عندي هوني تنتين أو تنتين أنجلز إذا طلعت بالأم 1 فوق ورسمت الأو أم هايدي هايدي اللون الأحمر هيطلع عندي أنجل هايدي هي الأنجل ألفة إذا طلعت بالأم 2 ورسمتها نزول يعني رسمت الأو أم 2 هيطلع عندي أنجل بين الأكس أكسس والأم 2 هايدي رح تكون ماينس ألفة ليه ماينس ألفة؟ ألا إحنا حكينا للأستايم إنه هايدي بنكون نحنا طالعين in the positive direction إذا نزلنا بالعكس شو بنكون رايحين in the negative direction أوكي طيب على الأم 1 والأم 2 هني symmetric لبعض أوكي symmetric لبعض بالنسبة للأكس أكسس يعني هايدي هون هايدي exactly تحت دغري يعني إذا بتوصل الأم 1 بالأم 2 بيكون هو perpendicular على هاي المهم من هاي در حكي كله أنا شو بهمني بهمني أعرف اتنين أنجلز شو هني هاول اتنين أنجلز اتنين أنجلز هني الألفة والمينس ألفة إذا هايدي ألفة وهايدي مينس ألفة طيب إذا يجينا جيبنا cosine ألفة إذا نحكينا بدريجنوماتريك سيركل أنه cosine ألفة مين بيكون خط مين الأكس يعني الأكس لهايدي البوينت هو cosine ألفة يلي هي ها أوكي طيب إذا يجينا طلعنا بال minus ألفة ما شاكلكم ركزيني منيح بال minus ألفة وبعدنا نجيب القصين طبعا طيب نحن قلنا last time أنه القصين للأنجل هو كمان خط الأكس فإذا الأكس minus ألفة هو كمان الأكس طيب شو نلاحظ هنا منلاحظ أنه هنا نفس الأكس بعد يعني منلاحظ أنه هاي وهاي are the same وأنا بيطلع عندي رول بتقلي أنه cosine minus ألفة equal cosine ألفة إيش الحال طيب نجي هلأ شو نجي للسين كل فاهم الموضوع شان بصير أنا كل اللي بدي أعرف أنه حيال بحطة هون حيال لبوينت الأكس تبعة بيكون هيدا الأكس تبعة بيكون هو cosine وال y تبعة بيكون هو هو sine حيال لبوينت وين بتحط البوينت على circle هيك هيك نحنا بنتعامل معاها طيب جينا لعند هال البوينت وبنجي مرتين لعند هال البوينت نفس البوينت بس هلا بنحكي عن sine طيب نحن قلنا انه cosine alpha هي x طيب من sine alpha هي y طح فإذا هيدا ال y هو sine 1000 وهيدا ال y هو sine من 1000 طيب مين بيخبرني مين مين بيخبرني 0.8 هايدي sine alpha اللي هي y وهي sine للمين alpha اللي هي y له point are they equal والله opposite to each others يعني opposite inside طيب إذا مسلا opposite إذا خليني قول مسلا إنه هاي مسلا عم بيحكي يعني 0.8 مسلا طب هاي قدل لازم تكون minus 0 0.8 هاي opposite نفس value ولكن opposite هون بيطلع معي rule شو هي rule إنه sine alpha والsine to minus alpha هاي opposite to each others in sine فإذا هاي مش equal لإلى هايدي equal to opposite لإلى فإذا بيطلع عندي rule إنه sine to minus alpha هي minus sine alpha لأ أنا كيف بعرفة بيطلع هايدي فوق هايدي تحت نفس value ولكن opposite sine فإذا واحدة بتكون عكس التاني يعني sine to minus alpha equal minus sine alpha وهيكي بيطلع عندي هاودي rules أوكي شو هايدي رولز رولز هايدي هاودي التنتين هاي واحدة التنتين معناتها إنه cosine to minus alpha equal cosine alpha والsine to minus alpha equal minus sine alpha هاودي بدت نحفظ إلا أنت فهمت هاي بتكون وفرت حالك الحفظ ما فهمت بطك يعني تحاول إنك تحفظ بطريقة أو بتاني أو كي طي فإذا هاودي اتنين رولز هنه الconclusion اللي أنا بدي إياه example شوف لأنت عندك على الكالكولايتور وتأكد هيدا بس لحتى تتأكد إنه cosine to minus pi over three وال cosine to pi over three if you sorry if you compare them if you compare them بحيط لأو equal ليه لأنه هايدي cosine to pi minus alpha وهي cosine alpha جربوها أنتو على الكالكولايتور pi over three هي 60 صح حطو cosine to minus 60 وحطو cosine to 60 اللي بجربها يقال لي إنه جربو وطلع معه صح فإذا هاي وهاي are equal بنروح للsine sine minus pi over three وال minus sine pi over three كمان رح يطلع equal كمان رح يطلع equal مش الحال بس نحولي أول اتنين رولز عني question here حتى عندو أي سؤال هلا دم توري آخر شي شو بنعمل بنجمع هود الهولز اللي رح يناخد اليوم بنجمع كلهم بنحط ب one table أو أو ب one sheet أو one page عشان نصير كله شوية نطلع عليه ونحن نحن بنحل exercises أو كي طيب على tangent minus alpha شو بتساوي tangent minus alpha نحن كلنا بنعرف انه tangent minus alpha أو tangent x equal sine على cosine يعني tangent x كنا بنعرف انه equal sine x على cosine x طيب وإذا tangent لمينس alpha equal sine minus alpha على cosine minus alpha equal minus sine alpha على cosine alpha لا لاحظوا هون شو عملت السين لمينس alpha شو صارت من sine alpha هايدي من وين جبت من الرول لأخد من شوية وال cosine ل minus alpha هي زيت sine alpha فإذا شو تصير كلها بتصير minus sine على cosine هي cosine على sine نفس العملية فبتصير minus contingent أنا اللي بهمني هون إني أحفظ هايدي الرول هاي هون هود اتنين الرول فإذا tangent to minus alpha equal minus tangent alpha contingent to minus alpha equal minus contingent alpha إلا أنت بتحفظ واحدة والبقية بيطاعهم من بعض أوكي فإذا tangent to minus pi over three و minus tangent to pi over three r equal جرب انت تعال تلك لدي البقية equal contingent to minus alpha minus contingent alpha r equal يعني بالعربي بس يكون عندك tangent to minus alpha فيك تشيل tangent المينس حتى مر بس وتخلي alpha جو عادي لحتى تحفظها بطريقة أو تاني ماشي الحال يا جميع أنا question حدا عنده سؤال شي هلا بدلولي كيف بيجو الأسئلة هيك بيجو 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 انا compare هاي وهاي وانت بتحسبون compare مثلا هاي وهاي وانت بتحسبون بحسب بس الأسئلة هيك بيجو depending on the on the forms يعني مش رح يجو أسئلة من الفضاء أكيد أنا question till now حتى عنده أي سؤال لحد هلأ عنده أي استفسار لحد هلأ قل هلأ آخر شي على اللي بعد أوكي trigonometric circular functions of alpha and pi minus alpha alpha pi minus alpha طيب هاي هاي إني في rules وفي diagram إذا أنت فهمت diagram فهمت كيف تتعامل معه بتوفر على حالك حفظ rules أوكي طيب كيف بدي أنا أعمل compare مع الألف وال pi minus alpha شو هي pi 180 طيب إذا إجينا بدنا نرسمون رسمنا point M1 with angle alpha هيا شايف فينا هاي دي point M1 مع angle شو مع angle alpha طيب pi minus alpha وين بتصير pi هي 180 يعني هون minus alpha يعني هون وإذا بيطلع عنا إنه هاي alpha وهاي alpha نفس الشي أوكي ولكن هاي دي الأنجل تبع هي شو هي pi minus alpha وهاي دي الأنجل تبع هي alpha اكي هلا منشوف ال-x لل-M1 وال-x لل-M2 وال-y لل-M1 وال-y لل-M2 ومنشوف مين equal للتاني مين opposite للتاني طيب طلعوني بال-x أول شي هاي دي ال-x لل-M1 هي هيا وهاي دي ال-x لل-M2 هي هيا شو بيطاع جماعة equal والله عكس وحدي هون بال-negative عم يحكي عن ال-x اكي فإذا ال-x لل-M1 وال-x لل-M2 عم يطلعوا opposite لبعض طيب بما انه هني opposite for each others بما انه هني opposite لبعض شو بيطلع معي بيطلع معي انه ال-x لل-M1 هي cosine alpha وال-x لل-M2 هي cosine pi minus alpha اكي بيطلعوا عكس بعض يعني مش equal opposite to each others فهار بيطلع معي انه واحدة عكس بتاقي فبحط قبل minus اكي فبيطلع معي انه cosine pi minus alpha equal minus cosine alpha اكي طيب ال-M1 وال-M2 هني symmetric لبعض اكي بالنسبة لل-Y axis مثل ما انتم شايفين طيب طلعوا لي بال-Y لل-M1 وال-Y لل-M2 نفس الشيء يعني معناتها انه sine لها وال-Sine لها نفس الشيء معناتها انه sine alpha equals sine pi minus alpha وهار بيطلع معي التان رؤلز انه sine alpha equal minus sine alpha sine pi minus alpha equal sine alpha وال-cosine pi minus alpha equal minus cosine alpha OK طيب Can you figure out tangent pi minus alpha و cot tangent pi minus alpha طيب خلينا نحاول نطلع الدانجنت لpi minus alpha شو بتصير هاي بتصير sine على cos طيب sine pi minus alpha هي sine alpha والcosine pi minus alpha هي minus cosine alpha شو بتصير هاي minus sine على cosine minus tangent alpha OK زين هاي بتصير minus tangent alpha مش الحال فإزن tangent pi minus that's good morning صباح الخيرات يعني تصير minus tangent alpha هون القو tangent بتصير نفس الشي minus tangent alpha وإزن بيطلع عندي rules rules هني هاودي OK وسine pi minus alpha equal minus cosine alpha وسine pi minus alpha equal sine alpha على tangent pi minus alpha شو بتصير بتصير minus tangent alpha وهو نفس الشي بتصير minus cotangent alpha تمام هاودي rules بنستعمل هم بالexercises هلا أكيد بس نبلش نحل بالworksheet بتصير تعرف الexercises كيف يبيجو وأكيد في examples عليهم هلا رح ناخد هاية example مثلا اللي هو calculate cosine the exact value of cosine 5 pi على 6 كيف أنا بد حل cosine 5 pi على 6 using this rule وهنا ممكن تركز كتير من هي عشان تعرف تتعامل ومعهم له هاية طيب على الأول شو قال إجا 5 pi 5 pi 5 pi زيتة pi minus pi 6 5 pi 6 pi minus pi 6 يعني موحة أوكي طيب لاش كتبناها pi minus pi 6 يعني لاش 5 pi 6 كتبت هيك أنا فيه اكتبة بكذا طريق فيه اكتبة هي 4 pi 6 plus pi 6 فيه اكتبة بكذا طريق أوكي فإذا cosine pi minus alpha أي minus cosine alpha اعتبر من alpha هي طيب minus cosine pi 6 معروف pi 6 هي radical 3 على 2 وإذا minus radical 3 على 2 فإذا cosine 5 pi 6 هي minus radical 3 على 2 طيب خلينا نجرب مع بعض نعمل cosine 3 pi على 4 طيب شوف فيه نكتب 3 pi على 4 بكم طريقة يعني كيف يكتب as pi minus something طيب 3 pi على 4 هي pi minus 2 أنا بيعرف أو حد ما بد شي يعني 3 pi على 4 هي pi minus 2 يعني 3 على 4 هي 1 minus 1 على 4 صح فهيكي بصير أنا بكتب ها فإذا cosine 3 pi على 4 هي cosine pi minus pi 4 أوكي وشو بتصير هاي بتصير cosine الآن pi minus pi على 4 يعني pi minus alpha وشو بتصير cosine إلى pi minus alpha أي minus cosine alpha وإذا خلينا الحطة هون تصير minus cosine pi على 4 والpi على 4 cosine طبعا هي radical 2 على 2 فإذا minus radical 2 على 2 وهك سونا نحسد نحن حيال angle وكي بدنا إيها using the rules طيب sine 5 pi على 6 مين بتحل لنا sine 5 pi على 6 كيف فينا نكتب sine what 5 pi على 6 يس هان وعالخير سو صراح النور كيف يحيال حسنا نشوف 5 pi على 6 كيف في اكتب pi minus what minus pi over 6 كمان pi minus pi over 6 يعني هي كيف بتبين هايدي 5 pi على 6 هلا 5 pi شو هي هي 6 pi minus pi يعني هيك إذا نحنا بدنا نفكر فيها بهذه الطريقة هي هي هيك 6 pi minus pi على 6 بتقسمهم فبتصير هايدي بتصير pi وهديك التانية بتصير pi على 6 يعني هايدي لحالة بتصير pi 6 مع 6 بتروح وهديك بتصير pi على 6 يعني هايدي تبنا نفكر فيها هايدي يعني grade 4 و5 مع لابة هالكلمة بياخدوهم بس مش مع pi أكيد مع fractions اوكي إذا pi minus pi على 6 شو بتصير حسب الرول sine pi minus alpha شو بتصير sine alpha وإذن هاي شو بتصير بتصير sine pi على 6 اوكي ماشي الحال والsine لpi على 6 قدية بنجيبها من التابل تبع الماركة بالانجل sine pi على 6 بتطلع 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 half اوكي او هون فين نستعمل الكالكولاتور اخر شي بتطلع half طيب tangent ل2 pi على 3 شو بتصير بتصير ل2 pi على 3 بتصير tangent for what يعني من بحب يكتب لنا 2 pi على 3 as pi minus something هي pi minus what جوال جوال pi 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 3 اوكي سنت يشو pi minus pi 3 pi pi minus pi pi over 3 من وين بنجيبها بنجيبها من التابل طبع ال remarkable angles tangent to pi على 3 تطلع radical 3 او فيكن تحسبوها هون على الكالكولاتور اخر مرحلة تطلع minus radical 3 وإذا tangent ل2 pi على 3 هي minus radical 3 تمام فهمنا القصة ياسم انت مش بالتابل لدينا عباس نحفظ sine ولا مو نحن نحفظ sine هدي كي بيطلعوا كلهم مننا هلا انتو شو بصير بعدين بس تاخدو وز مثلا بترسمو table وتغرب تحطو الشاب بقلب بصير تطلعوا الانسر من هلا مبدعيا انتو فيكن اخر شي بس توصلوا لها تستعملوا calculator بس هاو دي بقون تعملون مشوير وركن او كي هلا دا طوري منو table هو اصلا موجود قدام كي بس كنت نعمل الامتحان table مفروض يكون حد كون هايدا table و rules يعني هايدا table كله مفروض يكون حد كون و rules rules يلي ان احنا هلا بناخدو اخر شي بنجمعو one paper اذا اذا حد اطلع الworksheet و شايف هن مكتوبين كلهم باول page او كي طيب بنروح على اللي بعد اللي بعد هلأ alpha و pi plus alpha شو الفرق بين اطلع اذا انا اخدت point m1 سمينها alpha اخدت point m2 pi plus alpha يعني pi plus alpha يعني alpha مع pi يعني هون تطلع المهم هايدي كله انا باخد من الروز شو هن الروز هن هوا cosine pi plus alpha equal minus cosine alpha cosine pi plus alpha equal minus sine alpha يعني بيطلع كلهم x بعض يعني بيطلع عليكم كيف بيطلع m1 here والm2 هون هايدي alpha وهيدي pi plus alpha فالx لها بيطلع opposite للx لها والy لها بيطلع opposite للy للي تحت يعني بيطلع x opposite للx والy opposite للy فمن هون انت تعرف انه cosine هي بتكون opposite للquosine تبع pi plus alpha فإذا cosine pi plus alpha equal minus cosine alpha والsine pi plus alpha equal minus sine alpha على tangent نطلعهم من هاي tangent pi plus alpha هي sine على cosine minus sine على minus cosine cosine pi plus alpha هي cosine على sine minus cosine alpha على minus sine r to tangent هلأ المهم انتو فيكن شوفوا الرول اخر شي انا مثل اعملكم هيدا هيدا ازا انت فهمتو بتوفرها حالك حفظ حي بتصير انت دقري هيك تطلعهم يعني مبباشرة ما بدون شي تمام طيب خلينا اخد examples تشوف الاسئلة كيف تبديجي هون اللي طلع sine 7 pi على 6 sine 7 pi على 6 شو بتصير ها بتصير sine pi plus pi 6 بصير minus sine alpha minus sine alpha هلأ sine pi 6 هي half فإذا minus half خلصت يعني بس هيك ينسى تقولوني كلنا وبعضهم بس تعوضوا عليهم بصير ولا أسهل من هيك sine 5 pi 4 أو tangent أصلي 5 pi 4 هي tangent pi plus pi 4 هلأ انت كيف تصير تعرف بعدين ها 5 pi 4 إذا كانت 4 فدقر اكتبها أنت pi plus pi 4 أو كي هلأ بنشوفه من الexamples يعني البيني طيب tangent pi plus pi 4 شو بتصير tangent pi 4 لأنه pi plus alpha equal tangent alpha tangent pi 4 هي 1 فخلصت هيك انت بتكتب وبس يعني ما بدأ شي أكتر من هك خلينشوف هيدا activity ونحلو مع بعض هاتلا نشوف cosine 5 pi 4 شو بتصير بتصير cosine pi plus pi 4 يعني cosine pi plus alpha ليه كتبت هيك لأنه 5 pi 4 فأنا إلي بالحق اكتب pi plus pi 4 أوكي إذا أنت بتحط ها بتقطع هي ذات طيب cosine pi plus alpha شو بتصير حسب الرول هي minus cosine alpha وإذا شو بتصير هي minus cosine pi 4 and minus cosine pi 4 equal to equal minus pi 4 هي رضي 2 على 2 طيب ليل you want to solve لبعضة sine 7 pi 6 شو بتصير sine of forward ليل موجود معنا ولا دم يتون راح يالله موجود يالله ok yeah 7 sine 7 pi 6 شو بتصير sine for what كيف يكتبع pi plus pi over 6 pi plus pi over 6 type sine pi plus pi over 6 حسب الرول لهم شو بتصير sine pi plus alpha equal minus sine alpha exactly فإذا هون شو بتصير بتصير minus sine alpha pi خلاص بتروح بتصير minus sine alpha شو بتصير هاي sine pi على 6 فيك تطلع على table أو فيك تجيب من remarkable angles فشو بتصير تصير minus half sine pi على 6 هي half تصير minus half إذا وصلت له ومعرفت الطلوة بتطلوة من calculator sine pi على 6 يعني 30 sine 30 يعني بتطلع half وفي minus طلع minus طيب tangent 4 pi 3 شو بتصير بتصير tangent 4 pi plus pi 3 يعني tangent pi plus alpha tangent pi plus alpha هي tangent alpha so it's equal tangent alpha وال tangent لبا 3 كمان بدكن منطلع على table هون tangent لبا 3 3 ض radical 3 so بنحط radical 3 okay okay a question till now هدا عندو اي سؤال اي استفسار اي شيء فانتو بهيدا الليسون لحد هلأ اوكي الـTable of Remarkable Angles رح يكون قدامكم والـRules رح يكونوا كمان قدامكم اوكي الـRules رح يكونوا وان قدامكم انا طالما انتو بالباد Rule قدامك يعني انت فيك تفتح القوز تفتح الـRules حتى لو بالصف كنت يصبح لهم ست الماضي انه يفتح الـRules يتطلعوا فيهم اوكي انت اللي عليك تعملوا انك تفكر بس اوكي يعني الـRules قدامك الـTable قدامك اللي عليك تعرفوا انك تكون تفاهم اللسون فاهم حالك شوان بتعمل وتفكر فيها شوي يعني اعطيتك هاي تستعمل الـTable اوكي بتستعمل الـRules بس انت هاي مش موجودة بالـRules هاي دي Pi Plus Pi على 4 يعني انا مشي بدك ارقام انت بس بدك تشوف هوت الارقام كيف انا بدي اكتبوا Pi Plus Alpha Pi Minus Alpha على بعض شوي جايينة Pi Over 2 Plus Alpha وهيك شي اوكي اوكي اخر شي رح ناخد اه رح نعمل compare بين الـAngle Alpha يعني Trigonometric functions of Angle Alpha والـPi Plus Alpha والـPi Minus Alpha طيب اوتك كمان رح يكونوا قدامنا اوكي وبالـWorksheet Next Time رح يمروا معانا exercises فيهم Pi Over 2 هاي ونصير نحن نعرف كيف نحل كل واحد Cosine لـPi Over 2 Minus Alpha هي Sin Alpha هون الـPi Over 2 بتقلب كل شي يعني بس يكون فيه Pi Over 2 كل شي بينقلب الـCosine بتصير Sine والـSine بتصير Cosine والـTangent بتصير Contangent والـTangent بتصير Contangent والـTangent بتصير Tangent اوكي طيب وإذا نقول Cosine لـPi Over 2 Minus Alpha Equal Sin Alpha Sine لـPi Over 2 Minus Alpha Equal Cosine Alpha اوكي هيك شي يعني الـTangent لـPi Over 2 Minus Alpha هيكو Tangent Alpha والـTangent لـPi Over 2 Minus Alpha هي Tangent Alpha على هايدي بالـMinus بالـPlus كمان السين بتصير Cosine والـCosine بتصير Sine كلهم يقلبوا بس فيه السين يفرو اوكي بس هاودي مش بحاجة نحفظوا هاودي الـTable بد يكون موجود قدامنا نحنا بس بهمنا نعرف بالـExercise شو ممكن يجينا بالـ يعني كيف لنا نحل حلة بالـExercise اوكي طيب انا راح افتح الـWorksheet وراح بس فرجيكم الـWorksheet كيف عاملينا اوكي هيك الـLesson بكون خلص دعم عني سؤالة فورناو حتـى عنده اي سؤال لحد الـ حتـى مستصعب شد طيب الـWorksheet هيه بس رح فرجيكم كيف الـWorksheet ونـاكس ومعدش فيه حسنا 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 هذه الـ Worksheet وأزل هؤلاء الـ Functions التي ستستعملون هؤلاء الـ وسين لـ يكون الـ وسين ألفا وهذه الأشياء هيدا التالي الـ هيدا التالي الـ أقسم كل الـ لحال يعني الـ منس ألفا لحال بي منس ألفا بي بلس ألفا لحال والـ 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 هاو دي لحال وهو دي لحال وهاو دي لحال طيب هلأ هون complete the table below without using calculator هون انت راح تحطو انت راح تحط قد شي كل الـ values لأنه راح تستعملو بعدين later on هوني بيجيك simplify وسين كيف نعمل simplify لقصاين 205 بي بلس X بلس كذا بلس كذا هاو دي راح نتعلم بالـ Worksheet كيف نحل حلو كل واحدة لحالة أوكي وبيجيك exercise 3 بس يعني هي عبارة عن 3 exercises أوكي بس يعني ما كترت كتير exercise عشان لاحق نحلو كل ونفهم كل أوكي أريد قوصين يا جماعة طبايا يا شباب أي حدا عنده سؤال أي حدا عنده شيء في حدا كان وما حطيت له اسمه أنا لا مايبي حسين زيدان صح كل واحد يشوف لحد اسمه شوفه علي بستاني جامحة حسين زيدان مايا ومحمد حسان هنا لا آخر 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 وفاطم اوكي طيب ميرنا فاطمة حمزي نطف كي رحمة الله مستاني اوكي انا هون استاذ مين فاطمة حمزي كعب مش بتقلق فاطمة حمزي اوكي احنا وسهلة في كي فاطمة هيكش بالعادي لان كيفي تمام مش تحار sorry اوكي اذا ما حدا عنده سؤال خلاص فيكم تمشوا next time نكمل نحل exercises وكل شيء اوكي يانا باي باي